ما كنت راغبا وأقول هذا بصدق ما كنت راغبا أن أتحدث بما سأتحدث به في هذه الحلقة إلا أن الحاح من ألح علي من أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يتابعون برامجي ألح علي أن أتحدث بهذا الحديث لا أقول هو رد على نفسي المتحدث لأنني لا أجد لحديثه قيمة حتى أرد عليه لكنه رد على من حركه على من دفع له الأجر هناك عهر جنسي العاهرة المعروفة تؤجر فرجها تؤجر بدنها للذي يدفع المال مؤجرا لفرجها ولبدنها وحينئذ يستطيع أن يعمل ما يريد وهناك عهر ديني هناك من أصحاب العمائم من يؤجر لسانه ويؤجر ضميره مع لسانه وهؤلاء قطعا لا يحملون علما وإنما هم معبؤون بجهالات وأكاذيب وهذا ما سيظهر لكم واضحا في هذه الحلقة إلحاحكم هو أن أتحدث بخصوص ما جاء في تسجيل صوتي لأحمد الجعفري فيما يرتبط بموضوع الخمس كما قلت قبل قليل ما كنت راغبا في أن أتحدث بهذا الخصوص إلا أن إلحاحكم هو الذي وضعني في هذا الموقف في البداية سأضع بين أيديكم التسجيل الصوتية لأحمد الجعفري حيث اقتطع مقطعا من كلامي وبعد ذلك أخذ يتحدث عن موضوع الخمس وعما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب عن إمام زماننا صلوات الله عليه أتمنى عليكم أن تركزوا لأن التسجيل ما هو بقصير لا أستطيع أن أعيد بثه مرة أخرى لذا أتمنى عليكم أن تركزوا في هذا التسجيل الذي سأعرضه بين أيديكم وبعد ذلك سأحدثكم بالتفصيل عن الموضوع بحسب ما يسنح به الوقت رجاء أعرضوا لنا التسجيل الصوتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث شرحت لكم مضمون هذا التوقيع وفرعت ما فرعت من المسائل ومن التشقيقات الاستنباطية لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم لكنني سأنقل لكم صورة مختصرة تختصر لنا موقف المذهب الطوسي من إمام زماننا بنحو عام ومن موضوع الخمس بنحو خاص زمان الحسناوي من خطباء النجف على المنبار بيده الكتاب ويقرأ من الكتاب وليس من حافظته أو ذاكرته من الكتاب يقرأ ما جاء من كلام مذكور في توقيع إسحاق بن يعقوب يقرأ هذه الجملة وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران لكنه يبدو كان غافلا من أن العبارة التي تأتي بعد هذه العبارة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ما إن رآها حتى قفز قفزة وذهب إلى الكلام الذي جاء بعد هذا التعبير الواضح الذي كتبه إمام زماننا بخط يده قفز قفزة واضحة جدا وانتقل إلى فقرة أخرى ولم يقرأ ما كتبه إمام زماننا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إلى آخر ما جاء في التوقيع الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وغياكم وتقبل الله طاعتكم بأحسن القبول بخصوص ما يثيره البعض من أمثال عبد الحليم الغزي وبعض المتشيعة من أهل لندن فيما يتعلق بأن الخمسة قد أحل في زمان غيبة الإمام عليها الظرو الصلاة والسلام بناء على الرواية الواردة في غيبة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه فإن هؤلاء واقعا إنما يضحكون على أنفسهم والسبب في ذلك بأنهم لا يحاولون أن يقرؤوا الرواية بشكل صحيح لأنه نحن إذا جئنا إلى الرواية أيها الأحبة الكرام وأردنا أن نعرف أن هذه الرواية أصلا على طولها والتي صدرت بواسطة محمد بن عثمان بن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه وهو السفير الثاني للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إنما صدرت لمن واقعا إنما صدرت للشيعة فهي تخاطب الشيعة ولا تخاطب غير الشيعة جيد فبالتالي عندما نقول بأن هذه الرواية هي إنما تكون للشيعة وتخاطب الشيعة من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لابد أن نفهم معنى قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النير أنت عندما تأتي إلى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم فقهاء وأمنهم يعرفون كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من قبيل هذا الحمار الذي يحمل أسفار عبد الحليم الغزي أو حتى القريش وغير هؤلاء الذين هم في الواقع حمار يحمل أسفار لا أكثر من ذلك خب تسأل منه في المقام ما معنى قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منه شيئا فأكله فإنما يأكل النيران هي ما هي الأموال التي للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في حوزة الناس حتى يقال المتلبسون بأموالنا هي ما هي محل التلبس بأموالهم ما هي أموالهم التي عند الناس الجواب هي الخمس الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا توجد لهم أموال أخرى عند الناس غير الخمس فالإمام هنا يتكلم عن الخمس يقول وأما المتلبسون بأموالنا هي ما هي أموالهم يا من تسمون أنفسكم فقهاء وأمتم مجرد حمير حمار يحمل أسفار فالسر لنا قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أما المتلبسون بأموالنا فمن استحلى منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران ما هي الأموال التي عند الناس عند الشيعة والتي إذا صح التعبير تلبست هنا ما هي الأموال الجواب الخمس إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يتحدث عن الخمس يقول وأما المتلبسون بأموالنا من الشيعة فمن استحلى منها شيئا من أكل الخمسة فإنما يأكل النيران عجيب لاحظوا فبالتالي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يذم الذين يأكلون خمسه وخمس آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام ويقول هؤلاء الذين تلبسوا بأموالنا أخذوا أموالنا فمن استحلى منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران وهذا يشبه قول الإمام أمير المؤمن السلام الله تعالى عليه لأبي بكر عندما قال تقمصها ابن أبي قحافة ويعلم أن محلي منها محل القطب من الرحة هؤلاء أيضا والخطاب للشيعة أنكم تلبستم بأموالنا فمن تلبس بأموالنا ولم يوصلها إلينا واستحلها فأكلها فإنما يأكل النيران خوف كيف تقولون في المقام بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا أحل الخمس لشيعته إذا قلت شيخنا ولكنه بعد ذلك قال وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا دقق لتطيب ولادتهم ولا تخبث طبعا هؤلاء كما قلت لأنهم حمير حمار يحمل أسفار لا يعلمون ولا يعرفون كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لماذا لأن عزيزي هنا قاعدة أساسية تقول التحليل بمقدار التعليل نحن عندما نقول هناك تحليل يكون بمقدار التعليل يعني بمعنى أنك إذا جئت بشخص ضيف على بيتك جيد ماذا أحللت له من البيت مقدار الضيافة فلو إذا صح التعبير أراد أن يأكل من الطعام الذي أمامه هذا حلال له نعم لماذا لأنه ضيفك لكن هل يجوز مثلا على سبيل المثال أن يأخذ أغراض البيت ويخرج بها جواب لا لماذا لأنه التحليل بمقدار التعليل والإمام هنا علل قال دقق وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا دقق لماذا سيدي ومولاي لتطيب ولادتهم ولا تخبث إذن الخمس الذي أحله الإمام والذي يترتب عليه أثر أنه تطيب الأولادة ولا تخبث هو المهر لأنه أمت من خلال المهر ماذا تحل الفروج أنت تعطي للزوجة مهرا كي ماذا تستحل فرجها جيد الإمام يقول الخمس في المقام المتعلق بدائرة المهر ماذا به لا خمس فيه ولذلك هناك تجد أن الفقهاء فقهاءنا رضوان الله على الماضين وحفظ الباقين قد جعلوا موردين لا خمس فيهما مهر الزوجة لا خمس فيه والأرث المحتسب لا خمس فيه لاحظ وهذين الموردين واضحين فبالتالي نستطيع أن نجمع بين قوله عليه أفضل الصلاة والسلام أما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران وهو الخمس فلا يجوز أكل مال الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام باستحلاله أولاء الذين يدعون أنهم أهل الفقه وهم كما قلت حمار يحمل أسفارا لا أكثر من ذلك فبالتالي الإمام يحذرنا يقول أنتم إذا تلبستم بأموالنا واستحللتموه فأكلتموه فإنما تأكلون النيران أما الخمس الذي أحله الأئمة كما قلنا هو بمقدار ما تطيب الولاد به تقول شيخنا ما الدلل على ذلك أقول هؤلاء لا يقرؤون رواية أئمة أهل البيت وإلا لو جئنا إلى الكافي الشيخ الكليني رضوان الله تعالى المجلد الأول صفحة 523 سؤال هل أمن وكلاء وسفراء الإمام الحجة الإمام الحجة كانوا يأخذون الخمس أمن نعم عثمان بن سعيد العمري كان يأخذ الخمس محمد بن عثمان العمري كان يأخذ الخمس علي بن محمد الصيمري كان يأخذ الخمس أبو القاسم الحسين بن روح كان يأخذ الخمس مرداس وعفاً وكان عند مرداس مال لتميم بن حنظلة فورد على مرداس أنفذ مال تميم مما أودعك الشيرازي الشيرازي الذي هو المعروف بالمجروح هناك رجل من شيراز أودع أحد وكلاء الإمام وهو الحسن بن علي العلوي خمساً وكان الحسن بن علي العلوي مطلوباً لمال فالإمام بعث إليه برسالة أنه سد دينك من مال الشيرازي الخمس إذن وكلاء الإمام كانوا يقبضون الخمس فهذه الرواية تكذبكم وتفضح دينكم دين لندن الذي تضحكون به على الناس لأنه وكلاء الإمام الحجة في زمان الإمام الحجة كانوا يستلمون الخمس فكيف تقولون بأمنه الإمام أحل الخمس وهؤلاء وكلاء الإمام سفراء الإمام كانوا يقبضون الأخماس في زمان ماذا الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام لاحظوا فلا يخدع عنكم مثل هؤلاء أحبتي الكرام لماذا لأنهم ليسوا أهل فقه وإنما هم حمار يحملوا أسفار حفظكم الله تعالى تقبل الله طاعتكم بأحسن القبول استمعتم إلى التسجيل الصوتي لأحمد الجعفري خلاصة كلامه بعد ذلك أدخل في التفاصيل ألخص لكم ما قاله وتبناه وادعى من أن الفقه الذي هو الفقه هو هذا أموال الأئمة تنحصر في الخمس فقط والمتلبسون بأموال الأئمة هم الشيعة الذين لا يدفعون الخمس وكذلك الذين يقولون بإباحة الخمس زمان الغيب أنني ألخص لكم أموال 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 الأئمة تنحصر في الخمس فقط والمتلبسون والمتلبسون هم الشيعة المتلبسون بأموالهم والمتلبسون هم الشيعة الذين لا يدفعون الخمس وكذلك الذين يقولون بإباحة الخمس زمان الغيب التحليل بمقدار التعليل والتعليل في الحكم طيب الولادة وخبثها وهو مرتبط بالزواج فقط فطيب الولادة وخبث الولادة موضوع يعني الزواج ومن هنا فإن مهر الزوجة لا خمس فيه مثل ما يفتي المراجع الذين تحدث عنه يستدل أحمد الجعفري بروايات الكافي من أن السفراء الأربعة كانوا يستلمون الأخماس وذكر أسماءهم هكذا قال وإلا لو جئنا إلى الكافي للشيخ الكلين رضوان الله تعالى عليه المجلد الأول صفحة خمسمية وثلاثة وعشرين سؤال هل أن وكلاء وسفراء الإمام الحجة كانوا يأخذون الخمس أم لا نعم عثمان هو قال ابن أخطاؤه النحوية كثيرة جدا وألفاظه السوقية أتحدث عن طريقة لفظه للكثير من الكلمات هذه العربية النجفية الطوسية البائسة التي عند الطوسيين في الحوزة النجفية والكربلائية عموما بحسب ما قاله نعم عثمان ابن عثمان ابن نعم عثمان ابن هذه القراءة الصحيحة ليست كقراءته ابن عثمان ابن سعيد العمري كان يأخذ الخمس محمد قرأها أيضا ابن محمد ابن عثمان العمري هذه القراءة الصحيحة كان يأخذ الخمس علي ابن القراءة الصحيحة علي ابن محمد الصيمري كان يأخذ الخمس ابو القاسم القراءة الصحيحة الحسين ابن روح لا كما قرأها الحسين ابن روح القراءة الصحيحة ابو القاسم الحسين ابن روح كان يأخذ الخمس واستمر في مثل هذا الكلام استدل بروايات الكافي من أن السفراء الأربعة كانوا يستلمون الأخماس وذكر أسماءهم وجاء برواية على سبيل المثال إنها رواية الحسن ابن علي العلوي هكذا قال انظر إلى الرواية القراءة الصحيحة الحسن ابن علي العلوي لكما قرأها بقراءة ليست صحيحة أخطاؤه النحوية واللغوية كثيرة الحسن ابن علي العلوي وهو أحد كلاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كما هو قال دا يقول استعمال شعبي كما نقول دا يقول دا يقول لقد أودع المجروح مرداس ابن علي مالا للناحية خمس عند مرداس وعفوا وكان عنده مرداس مال لتميم ابن حنظلة وليس ابن حنظلة القراءة خاطئة هنا لتميم ابن حنظلة فورد على مرداس أنفذ وليست أنفذ هي أنفذ فورد على مرداس أنفذ مال تميم مما أودعك الشرازي الشرازي الذي هو المعروف بالمجروح هناك رجل من شراز أودع أحد وكلاء الإمام والقراءة الصحيحة وهو الحسن ابن علي العلوي هو قراءها بشكل خاطئ خمسا القراءة خاطئة من الجهة النحوية وكان الحسن ابن علي العلوي مطلوبا لمال فالإمام بعث إليه برسالة أنه سد الدينك من مال الشرازي الخمس إذن وكلاء الإمام كانوا يقبضون إذن وكلاء الإمام كانوا يقبضون وليس يقبضون هو قراءها يقبضون وكلاء الإمام كانوا يقبضون الخمس فهذه رواية تكذبكم وتفضح دينكم دين لندن المفروض دين لندن الذي تضحكون به على الناس لأنه وكلاء الإمام الحج في زمان الإمام الحج كانوا يستلمون الخمس إلى آخر كلامه ووصفني ستة مرات بأنني حمار أحمل أسفار على سبيل المثال ما قاله في آخر كلامه فلا يخدع عنكم مثل المفروض القراءة الصحيحة فلا يخدع عنكم مثل هؤلاء أحبة الكرام لماذا لأنهم ليسوا أهل فق وإنما هم حمار حمار وليس حمار يا بطل لأنهم ليسوا أهل فق وإنما هم حمار يحملوا أسفار خلاصة كلام الجعفري هي هذه نذهب إلى فاصل التسجيل الصوتي بث على الإنترنت على قناة محبي الشيخ الجعفري طول التسجيل الصوتي مقتطعه من كلامي مع كلامه 12 دقيقة و18 ثانية بغض النظر عن كلامي كلامه فقط 9 دقائق و55 ثانية في هذه المدة هناك الكثير من الأخطاء النحوية واللغوية لا أريد أن أتحدث عنها لأنها كثيرة ولأنها ليست مهمة بالقياس إلى كل الجهل الذي تحدث به لم يتحدث ولا بمعلومة صحيحة وسأثبت ذلك لكم لم يتحدث ولا بمعلومة واحدة صحيحة من أول كلامه إلى آخر كلامه هؤلاء هؤلاء هم الذين تنتجهم الحوزة الطوسية وهؤلاء هم الذين تحركهم المرجعية السستانية لحرب دين العترة الطاهرة منها البداية هو يخطئ في اللغة والنحو من البداية فلما بدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وتقبل الله طاعاتكم طاعاتكم هذا جمع بالألف والتاء الجمع بالألف والتاء إنما ينصب بالكسر بدلا من الفتح ينصب بالكسر هذا جمع بالألف والتاء وجمع الكلمات التي تجمع بهذه الطريقة تنصب بالكسر وهنا طاعات جاءت مفعولا به وتقبل الله طاعاتكم وليس طاعاتكم كما تلفظها ثم بدأ في أول جملة بخصوص ما يثيره ما يثيره ما يثيره وليس ما يثيره ويستمر على هذه الوتيرة من الأخطاء النحوية واللغوية والتلفظ بالطريقة السوقية للعديد من الكلمات الواضحة والمهمة في مجريات حديثه عبر هذه الدقائق لقد أحصيت أكثر من ثلاثين خطأ نحويا ولغويا إنني لم أدقق في كل كلامه لكنني أحصيت الكثير من الأخطاء النحوية واللغوية أكثر من ثلاثين خطأ نحوي ولغوي وبإمكاني أن أشير إلى هذه الأخطاء النحوية واللغوية لغة بائسة هؤلاء هم الذين يريدون أن يفقه القرآن ويفقه حديث العترة ستتضح الصورة لديكم شيئا فشيئا هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية اقتطع مقطعا من كلامي وأنا أتحدث عن زمان الحسناوي ما علاقة هذا بالموضوع الذي يتحدث عنه ألا يفترض أن يأخذ مقطعا من كلامي وأنا أشرح التوقيع الشريف لماذا ذهب إلى مقطع من كلامي لا علاقة له بالموضوع أتحدث لا علاقة له بفقه الموضوع إنني أتحدث هنا عن واقعة لابد أن تعرض عبر الفيديو زمان الحسناوي يقرأ في الكتاب التوقيع الشريف توقيع إسحاق ابن يعقوب ويقفز قفزة واضحة حينما يصل إلى العبارة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا رجاء اعرضوا لنا الفيديو وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران يأكل من فلوسنا يأكل شنو نار وأما وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ما علاقة هذا بالموضوع الذي يتحدث به أحمد الجعفري أليس من المفترض أن يقتطع مقطعا من حديثي وأنا أتحدث عن مضمون التوقيع الشريف أنا هنا أتحدث عن زمان الحسنوي لماذا يفعلون هكذا إما هو تدليس إما هو تدليس على المتلقي فإنه لا يريد أن يأتي بكلامي الواضح الصريح البين فيقتطع مقطعا لا علاقة له بالموضوع هذه حكاية على الحاشية وأنت يا أيها الجعفري تناولت أصل الموضوع ألا يفترض أن يؤتى بمقطع من كلامي وأنا أتحدث في أصل الموضوع فلماذا يقتطع مقطع من كلامي في حاشية الموضوع أنت تتحدث في متن الموضوع وتدعي أنك ترد على كلامي الذي هو في متن الموضوع ألا يفترض أن تأتي بمقطع من كلامي في متن الموضوع وليس في أمور في الحاشية هذا إما تدليس لأنهم إذا مقتطعوا كلامي وهو كلام واضح وصريح وقوي وقطعي سيجد موقفه ضعيفا أو أنه خبي إلى حد كبير بحيث أنه يتصور أن كلاما في الحاشية هو هذا الذي يعبر عن حقيقة فهمي وفقاهتي في مضمون التوقيع الشريف إما هو غباء وأستبعد هذا أو هو تدليس هو تدليس وضحك على ذقون الذين يتقبلون كلامه لماذا؟ لأنهم يريدون أي شيء من الكلام ولو كان هزيلا لكنه يحافظ على صور عجولهم وأصنامهم من المراجع الطوسيين اللعنى أتحدث عن المتلقين يبحثون عن أي شيء لكنه في النهاية يحافظ على صورة العجول والأصنام القذرة لمراجع الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية اللعينة كرر وصفي بأني حمار أحمل الأسفار ولست مستاء من هذا أبدا فأنا نفسي أصف الآخرين بأنهم حمير لكنني لا أصف أحدا حتى أقيم الدليل على أنه حمار بالنسبة له للجعفر هل أقام الدليل على أنني حمار إذا أقام الدليل على أنني حمار أقام فله الحق في ذلك إلى تريليون مرة ولن أعترض على هذا ولن أصفه بأنه حمار لأنها ستكون مهاترة وأنا لا أدخل في مهاترات مع الحثالات لن أصفه بأنه حمار مثل ما وصفني وبشكل مركز وواضح جدا أن الطرف الذي دفع له هو الذي طلب منه التركيز على هذا الوصف فأنا لا أعبأ بهذا لكنني أقول لكم أنتم الذين تتابعون البرنامج أنا سأعرض بين أيديكم الحقائق وأنتم حكموا في آخر المطاف هل أنا حمار أم أن الجعفري هو الحمار سأضع الحقائق بين أيديكم وحكموا أنتم لكن إذا ما حكمتم عليكم أن تبينوا هذا للناس عليكم أن تبينوا هذا على الإنترنت عليكم أن توضحوا هذا للناس من أن المرجعية تجيش لكم الحميرة كي تضحك على عقولكم أنا لن أصفه بأنه حمار وإنما أترك الأمر إليكم لكن بعد أن تستمعوا إلى حديثي فقد استمعتم إلى حديثه عليكم أن تستمعوا إلى حديثي وأن تقايسوا بين حديثي وبين حديثه فهو وصفني بعدم الفقاهة ووصفني بعدم الإطلاع بل بعدم قراءة أحاديث أهل البيت ووصفني بأنني لا أفهم تلك الأحاديث وبأنني حمار أحمل أسفار لن أعترض على هذا من حقه أن يقول ما قال إذا كان عنده من دليل دليله هو كلامه هذا فسأريكم قيمة كلامه في هذه الحلقة كي تعرف أنه ما قال كلمة واحدة صحيحة كل الكلام الذي تكلم به عبارة عن جهالات وأكاذيب وسفاهات وتفاهات وهذا ما سأثبته لكم وبقطع وقاطعية واضح لكن استبروا علي إلى آخر الحلقة وحق عليكم أن تحكموا إما لي وإما له فإذا حكمتم لي بأنني على حق وهو حمار فهذا يعني أن الذي وراءه الذي دفعه هو حمار مضاعف وكذلك إذا حكمتم له بأنه على حق وأنا حمار فهذا يعني أيضا كما يقولون من أن ورائي من ورائي وأنا ليس ورائي أحد أنا حر بتمام معنى هذه الكلمة ومستقل بتمام معنى هذه الكلمة ولكن بحسب ما يقولون فإذا ما ثبت أني حمار فإن الذي ورائي سيكون حمارا مضاعفا إنصاف هذا أو ليس بإنصاف ماذا تقولون أنتم ويضاف إلى هذا أن الذين يتابعوني سيكونون حميرا أيضا وبدرجة أدنى من حمارية والكلام هو هو سيكون مع الذين يتابعونه فإنهم سيكونون حميرا وهم أدنى في حماريتهم من حماريته لأن الذين يتابعون الحميرة هم أدنى من الحمير والذين يرسلون الحمير هم أقبح من الحمير إمامنا الصادق يقول الرسول عقل المرسل فإذا ما أرسل مرسل حمارا هذا يعني أنه هو أقبح من الحمار حماريته أخس من حمارية رسوله الذي أرسله اعتمد على رواية غيبة الطوس الرواية موجودة فعلا في غيبة الطوس لكن المصدر الأصل وهو المصدر الأقدم كمال الدين وتمام النعمة وهذا المصدر الأصل والمصدر الأقدم غيبة الطوس تعد مصدرا ثانيا الطوس توفي سنة أربعمية أو ستين للهجرة بينما الصدوق صاحب كمال الدين وتمام النعمة المصدر الأول للتوقيع توفي سنة ثلاثمية أو واحد وثمانين للهجرة صحيح أن الاثنين نقل عن الكلين لأن الكلين محمد ابن يعقوب هو الذي نقل التوقيع الشريف عن إسحاق ابن يعقوب لكن المصدر الأول هو كمال الدين وتمام النعمة الذي هو في مقام الفقاهة والتحقيق لابد أن يذهب إلى أقدم المصادر إذا كانت متوفرة وهذا المصدر متوفر مع ملاحظة أن كتب الطوس ليست دقيقة في نقل الأحاديث وفي نقل الروايات حتى في هذا التوقيع فإننا نجد خللا في الذي نقله الطوسي كتاب الغيبة للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 189 يبدأ التوقيع وقد رواه بسنده عن الكلين عن صاحب التوقيع عن إسحاق ابن يعقوب على سبيل المثال هكذا ذكر الطوسي وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليكم هذه النسخة ضعيفة النسخة الأصل وأنا حجة الله عليهم على رواة الحديث وهذا هو الذي ورد في كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة خمسمية وعشرة يبدأ التوقيع صفحة خمسمية وإهدعش وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم عند الطوسي وأنا حجة الله عليكم ونسخة الرواية هذه ضعيفة هزيلة قد يقول البعض بأن هذا ليس مهما في مقام الفقاهة والتحقيق هذا مهم جدا أن نشخص المصادر الصحيحة وأن نعرف عيوب المصادر وعيوب الروايات وإلا كيف نستطيع أن نصل إلى المعنى الدقيق الصحيح قد لا يكون هذا الأمر مهما عند عوام من ناس أما عند المتخصصين فهذا أمر أساسي وضروري جدا جدا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة وأنا سأقرأ عليكم من المصدر الأصل من المصدر الأقدم من المصدر الأول من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة ماذا قال أيضاً الجعفري تحدث عن أن أموال الأئمة محصورة في الخمس الأئمة النص الكامل لحديثه مطبوع بين يدي وبدقة متناهية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا توجد لهم أموال أخرى عند الناس غير الخمس وهو قرأ قراءة خاطئة هنا أيضاً فالإمام هنا يتكلم عن الخمس في أي مكان حينما قال الإمام في التوقيع وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنما يأكل النيران يقول من أن الأموال هذه هي أموال الخمس ومن أن الأئمة ليس عندهم من الأموال عند الناس إلا الخمس وهذا هذا كذب وجهل مقرف إلى أبعد الحدود لأن التوقيع نفسه تحدث عن عنوان آخر من أموال الأئمة عند الشيعة صلة الإمام التوقيع أشار إليها في أكثر من مورد المورد الأول وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع إنها صلة الإمام وهذا باب من أبواب أموال الأئمة عند الشيعة هناك من يدفع للأئمة صلة الأئمة بالعنوان المندوب ولكن هناك من يدفع الصلة هذه بالعنوان الواجب فهو يعاهد الله ويعاهد الإمام على ذلك أو أنه يكون ناذرا أن يدفع صلة الإمام في كل شهر في كل سنة فحينئذ صلة الإمام ستصبح عنوانا واجبا باب كامل عندنا في الكهف الشريف في الجزء الأول وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الجزء الأول هناك باب كامل عنوانه باب صلة الإمام عليه السلام صفحة ستمية وثلاثة وما بعدها وهذا الباب موجود في كتب الحديث عندنا في المواطن التي يكون الحديث فيها عن العبادات المالية عبادة مالية من العبادات صلة الإمام قد تكون مندوبة وقد تكون واجبة التوقيع تحدث عن صلة الإمام ثلاث مرات هذه المرة التي قرأتها عليكم المرة الثانية وأما ما وصلتنا به هذا الخطاب من الإمام لإسحاق بن يعقب وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر حديث عن الصلة وهذه المرة الثالثة وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله عز وجل على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال ولا حاجة في صلة الشاك في التوقيع نفسه هناك حديث مكرر عن صنف من أصناف أموال الأئمة عند الناس صلة الإمام تارة تكون بالعنوان المندوب وتارة تكون بالعنوان الواجب في التوقيع نفسه فكيف حصر هذا الجهول ولا أقول الجاهل لأنه جهول كيف حصر هذا الجاهل أموال الأئمة بالخمس فقط الأمر لا يقف عند هذا الحاد الأمر لا يقف عند هذا الحاد على سبيل المثال نقرأ في الكهف الشريف في الجزء الأول من الطبعة نفسها التي أشرت إليها صفحة خمسمية وثمانية وتسعين الحديث السادس والعشرون علي بن محمد قال كان ابن العجمي جعل ثلثه للناحية جعل ثلثه ثلث أمواله جعل ثلثه للناحية وكتب وكتب بذلك إما المراد ثلث أمواله في حياته وإما المراد ثلث ماله بعد وفاته والذي يبدو هو المعنى الثاني لكن المعنى الأول يبقى محتملاً أيضاً كان كان ابن العجمي جعل ثلثه للناحية وكتب بذلك وقد كان قبل إخراجه الثلث دفع مالاً لابنه أبو المقدام لم يطلع عليه أحد فكتب إليه جاء الكتاب إليه من الناحية فأين المال الذي عزلته لأب المقدام أمر غيبي يعني أن هذا المال الذي جعله للناحية صار مالاً للناحية للإمام وهو لا زال عند الناس هذا مثال هذا مثال قرأت عليكم من الكافي سأقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة على سبيل المثال ما جاء في صفحة خمسمية وثمانية وعشرين إنه الحديث الثامن والعشرون وحدثنا أبو جعفر محمد ابن علي الأسود رضي الله عنه قال كنت أحمل الأموال التي تجعل في باب الوقف أموال الأوقاف إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه هذا هو السفير الثاني أموال الأوقاف هذه من أموال الأئمة كنت أحمل الأموال التي تجعل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه فيقبض فيقبضها مني فحملت إليه يوما شيئا من الأموال في آخر أيامه قبل موته بسنتين أو ثلاث سنين فأمرني بتسليمه إلى أبي القاسم الروح إلى الحسين بن روح رضي الله عنه وكنت أطالبه بالقبض أطالبه بالقبض بسك بورقة يقول فيها من أنه استلم المال منه وكنت أطالبه بالقبض فشكى ذلك إلى أبي جعفر العمري رضي الله عنه فأمرني ألا أطالبه بالقبض وقال كلما وصل إلى أبي القاسم وصل إليه قال فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبض إنها أموال الوقف أموال الخمس من أموال الأئمة عند الناس وأموال الصلة صلة الإمام تارة بعنوان المندوب وأخرى بعنوان الواجب من أموال الأئمة عند الناس أموال الأوقاف هناك توقيع مفصل بهذا الشأن صفحة 546 إنه الحديث التاسع والأربعون بسنده بسند الصدوق حدثنا أبو الحسين محمد ابن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد ابن عثمان قدس الله روحا في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام أما ما سألت عنه من الصلاة ويستمر التوقيع إلى أن يقول التوقيع صفحة 547 وأما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا هناك الوقف وهناك الجعل أموال موقوفة للإمام وأموال مجعولة له وأما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا فهناك نوعان هناك الوقف وهناك ما يجعل للإمام ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ما لم تستلمه الناحية عبر وكلائها فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج إليه صاحبه أو لم يحتاج افتقر إليه أو استغنى عنه ويستمر التوقيع وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة هذا هو الكلام نفسه الذي في التوقيع الشريف وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة الإمام هنا يتحدث عن كل الأموال إذا كان هناك من خمس فهو للإمام وإذا كان هناك من صلة فهي للإمام وإذا كان هناك من وقف فهو للإمام وإذا كان هناك من جعل فهو للإمام وإذا كان وإذا كان العناوين ليست منحصرة لا في هذا الذي ذكرته ولا في جهالة هذا الجهول حينما حصر أموال الأئمة بالخمس فقط ويستمر الكتاب ويستمر التوقيع الشريف وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا قد تكون من الأوقاف قد تكون من صلة الإمام قد تكون من الجعل وقد يكون هذا المال من الأثلاث من ثلث الميت وقد يكون من الوصايا من وصية يوصي بها الميت للإمام المعصوم هناك الوصايا من الشيعة هناك أموال الأثلاث هناك صلة الإمام هناك أموال الأوقاف هناك أموال الجعل وهناك أموال يمتلكها الأئمة يعملون بها ويتجرون بها وتكون عند الناس أيضا وهناك أموال يرثها الأئمة من أرحامهم وتكون بأيد الناس قبل أن تصل إليهم من هذا الذي جعل الأموال منحصرة بالخمس هذا الجهول السفيو ويستمر التوقيع في الحديث عن أموال الأئمة التوقيع طويل هل أقرأ عليكم كل شيء؟ ماذا أصنع للوقت؟ الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب التي لا بد أن أشير إليها كي تعرفوا جهل هؤلاء المعممين السفهاء الروايات واضحة صريحة أموال الأئمة ليست منحصرة بالخمس فقط غبي هذا الذي يتحدث بهذه الطريقة إنه جعل أموال الأئمة منحصرة بالخمس أموال الأئمة ليست منحصرة بالخمس وتلاحظون أن كل الأمثلة التي ضربتها لكم ترتبط بإمام زماننا وفي زمان الغيبة الأولى وترتبط بوكلائه وسفرائه ما قرأته عليكم من الكافي ما قرأته عليكم من كمال الدين وتمام النعمة هو أسس لكل كلامه على هذه المقدمة وهذه مقدمة باطلة هذه مقدمة باطلة باطلة بالمطلق بعد ذلك ذهب يتحدث عن قاعدة قال هناك قاعدة أساسية تقول التحليل بمقدار التعليل هذه لا هي قاعدة ولا هم يحزنون القواعد إما أن تكون نصوصا صريحة من آية أو من رواية واضحة أو أنها تبنى من مضامين النصوص الواضحة ما بين نصوص الكتاب والنصوص المعصومية السؤال هذه القاعدة التي يتحدث عنها من أنها قاعدة أساسية هل هي آية قرآنية التحليل بمقدار التعليل الجواب كلا ما هي بآية قرآنية هل هناك آية في القرآن تشتمل على هذا المضمون الجواب كلا هل هي رواية عن المعصوم الجواب كلا هل هناك رواية تشتمل على هذا المضمون الجواب كلا هل هذا حكم عقلي يتفق كل العقلاء عليه الجواب كلا هذه ما هي بقاعدة هذا مضمون صحيح هذا المضمون صحيح لكنه يستنتج من بعض الوقائع يمكنني أن أقول أيضا التحريم بمقدار التعليل والكلام صحيح إذا كان مستنتجا من واقعة بناؤها وتركيبها هكذا هذه ما هي بقاعدة ولذلك اضطر إلى أن يأتي بمثال بمثال الضيف لو كانت هذه القاعدة تستند إلى آية إلى رواية إلى حكم عقلي قطعي يتفق عليه كل العقلاء لجاء بذلك الكلام هذا هراء هذا مضمون هو صحيح في نفسه لكنه ليس بقاعدة وإنما يستنتج يستخرج من بعض الوقائع فمثل ما نقول التحليل بمقدار التعليل كالمثال الذي ضربه في قضية الضيف يمكننا أيضا أن نضرب مثالا آخر ونقول التحريم بمقدار التعليل لكن هذا ليس أساسا لأن نؤسس عليه حكما شرعيا هذا مضمون صحيح يستنتج من بعض الوقائع لهو بآية قرآنية وليس هناك من آية قرآنية تشتمل على هذا المضمون لهو بنص معصومي وليس هناك من نص معصومي يشتمل على هذا المضمون كي يكون حاكما وبنحو قطعيا نستعمله في عملية استنباط الأحكام الشرعية ولا هو بحكم عقلي قطعيا اتفق عليه العقلاء هذا أمر بين المتشرعة موضوع التحريم والتحليل موضوع شرعي هناك بعض الوقائع إذا ما نظرنا فيها من الوقائع الشرعية يمكننا أن نستنتج منها هذا المضمون ويكون صادقا بخصوصها وليس دليلا نستدل به على إثبات حكم شرعي فهذه لا هي بقاعدة ولا ببطيخ هذا هو الهزال الذي أحدثكم عنه وهذه هي الجهالة والتفاهة والسفاهة نذهب إلى فاصل قاعدة قاعدته هذه التي جعلها قاعدة أساسية وبنى عليها من أن التحليل بمقدار التعليل فذهب إلى التوقيع الشريف وقرأ من أن التعليل في هذه الجملة لتطيب ولادتهم ولا تخبث فقال من أن التحليل والإباحة يرتبطان بموضوع طيب الولادة وخبثها وهذا هو باب الزواج باب النكاح من هنا فإن الفقهاء أصدروا الفتاوى بأن مهر الزوجة لا يتعلق به الخمس ومن أن التوقيع الشريف يتحدث عن هذا الأمر باعتباري باعتباري أن تعليل التحليل هو لأجل طيب الولادة وطيب الولادة هذا العنوان مرتبط بعملية الزواج وطيب الولادة وطيب الولادة وطيب الولادة طيب الولادة وخبث الولادة وخبث الولادة يرتبط بالزواج في جهة من جهاته القرآن صريح في سورة الإسراء في الآية الرابعة والستين بعد البسملة سبحانه وتعالى يقول لإبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد هذه المشاركة في الأموال والأولاد لا علاقة لها بأمر الزواج الزواج يكون نوعا من الأنواع فلربما يكون الزواج شرعيا والأموال طيبة وليس هناك من خلل في طيب الزواج وطيب النكاح ولكن إبليس يشارك الزوجين في أولادهم لأسباب أخرى القرآن هنا لم يجعل الأمر مختصا بموضوع الزواج وشاركهم في الأموال والأولاد هذه المشاركة مفتوحة وهذا المعنى واضح في الأحاديث واضح في الروايات والأحاديث تفسير العياش هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياش الذي هو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 321 رقم الرواية 102 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه سألته عن شرك الشيطان محمد بن مسلم يسأل الإمام الباقرة عن شرك الشيطان وهذا مصطلح إنه الولد الذي يولد بين أمه وأبيه من زواج شرعي لكن الشيطان قد شارك في تكوينه هذا هو شرك الشيطان سألته عن شرك الشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد قال ما كان من مال حرام ما كان من مال حرام هل كان من مال حرام في تكوين الزواج أصلا هل كان من مال حرام في تكوين النطفة هل كان من مال حرام يعيش فيه الزوج والزوجة حتى أن النطفة لم تتكون من ذلك المال الحرام المال الحرام يمكن أن يكون دخيلاً في موضوع الزواج ويمكن أن يكون دخيلاً في تكوين النطفة ويمكن أن يكون دخيلاً في منظومة حياتهم بغض النظري عن الزواج حتى لو كان زواجاً طيبة وبغض النظري عن النطفة حتى لو كانت من مال حلال لكن الواقع هذا يساعد الشيطان على أن يكون مشاركاً في إنجاب أولادهم سألته عن شرك الشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد قال ما كان من مال حرام فهو شريك الشيطان قال ويكون مع الرجل الشيطان يكون مع الرجل حتى يجامع فيكون من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حراماً إذا كان حراماً إذا كان المال مالاً حراماً في تكوين الزواج في تكوين النطفة أو في منظومة حياتهم حتى لو كان الزواج طيباً وكانت النطفة من مال طيب القضية لا تقف عند هذا الحد الكافي هذا هو الجزء الخامس والطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة خمسمية وثمانية الحديث الثاني من الباب ثلاثمية وأربعة وثلاثين بسنده بسند الكلين عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إذا دخلت بأهلك في أول ليلة من الزواج هذا التعبير إذا دخلت بأهلك المراد في أول ليلة من الزواج إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة الناصية مقدم شعر الرأس فخذ بناصيتها فخذ بناصيتها أي ضع يدك على ناصيتها واستقبل القبلة وقل اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها يعني أن الزواج زواج طيب اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبة فهناك احتمال أن يشارك الشيطان في هذا الزواج وفي هذا الإنجاب لأسباب لا ترتبط بطيب الزواج وحلية مال الزواج ولا ترتبط بطيب النطفة وحلية المال الذي تكونت منه النطفة هناك أسباب كثيرة جدا هؤلاء جهال لا يفقهون شيئا من حديث العطرة هؤلاء هم الذين لا يقرؤون حديث العطرة هؤلاء هم الذين لا يفقهون يضحكون عليكم أنا لا أجد لهم قيمة حتى أرد عليهم أنتم الذين زاد إلحاحكم علي فوضعتموني في هذا الموقف أن أرد على مثل هذه الحثالات هؤلاء جهال لا يستحقون أن أرد عليهم صفحة خمسمية وتسعة باب ثلاثمية وخمسة وثلاثين الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي شخصيات شعية معروفة جدا الإمام يتحدث مع هؤلاء الذين إذا ما تزوجوا فإنهم يتزوجون زواجا طيبا قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه في الرجل إذا أتى أهله إذا أتى أهله في سائر الأيام ليس كالرواية السابقة في أول ليلة من الزواج في الرواية السابقة إذا دخلت بأهلك أما هنا في سائر الأيام في الرجل إذا أتى أهله فخشي أن يشاركه الشيطان خشي أن يشاركه الشيطان لماذا؟ إذا كان بسبب حرمة مال الزواج فإن شخصا كهذا يخشى مشاركة الشيطان سيعالج الأمر إذا كان بسبب حرمة المال الذي تكون ماءه منه فإنه سيعالج هذا الأمر إنه يخشى مشاركة الشيطان في حال أن زواجه زواج طيب وأن ماله مال طيب ولكنه يخشى مشاركة الشيطان لأن أسباب مشاركة الشيطان كثيرة ليست محصورة في عنوان واحد هؤلاء جهال حينما يتحدثون عن أن طيب الولادة وخفثها مرتبط بموضوع النكاح والزواج أتحدث عن هذا وعن مراجعه الثولان الذين ينقلوا فتاواه في بداية حلقات صولة القمر حدثتكم عن منظومة طيب الولادة ومنظومة خفث الولادة موضوع مفصل واسع في الأيام الأولى من شهر رمضان المتصرم الماضي في الرجل إذا أتى أهله فخشي أن يشاركه الشيطان قال يقول بسم الله ويتعوذ بالله من الشيطان الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن ابن القداح عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قال أمير المؤمنين صلوات وسلام على أمير المؤمنين إذا جامع أحدكم فليقل أمر هذا من الأمير إذا جامع أحدكم للذي يريد أن يدفع الشيطان يريد أن يدفع مشاركة الشيطان له إذا جامع أحدكم فليقل بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني قال فإن قضى الله بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشيء أبدا لن يكون شركا للشيطان الحديث الرابع من الباب نفسه بسند الكليني عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني عظمه لأن الإمامة تحدث عن كثرة أسبابه هذا هو تعظيم شرك الشيطان لأن الإمامة تحدث عن الاحتمالات الكثيرة في حياتنا التي تكون سببا لأن يكون أولادنا شرك شيطان كنت عند أبي عبد الله جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني قلت جعلت في ذاك فما المخرج من ذلك القضية لا تتوقف على أمر الزواج ولا تتوقف على المال الحرام الذي تتكون منه النطفة ولا على المال الحرام الذي يكون في منظومة حياة الزوج والزوجة هناك الكثير من المجالات والاحتمالات التي يخترقها الشيطان ويأتي من خلالها كي يشاركنا في أموالنا وأولادنا قلت جعلت في ذاك فما المخرج من ذلك؟ قال إذا أردت الجمع فقل بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا واجعله مؤمنا مخلصا مصفا من الشيطان ورجزه جل ثناؤك هذه الأحاديث وغيرها وهي كثيرة جدا في كتبنا أنا لا أستطيع أن أقرأ الكثير من الأحاديث هذه أمثلة ونماذج تخبرنا عن أن طيب الولادة وخبثها لا ينحصر بموضوع الزواج فهذه القاعدة من أن التحليل بمقدار التحليل وهذا الهراء لا محل له من الإعراب هنا طيب الولادة وخبثها عنوان وسيع لا علاقة لمهر الزوجة بهذا الموضوع مهر الزوجة احتمال من الاحتمالات باب من الأبواب الأبواب المتبقية كثيرة جدا هذا غبي مثل ما حصر أموال الأئمة بالخمس فقط وأنا ما قرأت عليكم كل الروايات ها هو يحصر طيب الولادة وخبثها في موضوع الزواج أنا لا ألومه لأن مراجعه في الحوزة الطوسية يقولون هكذا هؤلاء الثيران مراجع النجف ثيران ثيران بتمام معنى الكلمة لا يملكون طلاعا على فقه العترة ولا على حديثهم ويأتي هذا الجول يقول عني من أنني حمار أحمل أسفارا لا أملك فقها في حديث العترة وله قرأت أحاديثهم هكذا يضحك عليكم وهكذا ضحك على أجدادنا وآبائنا عبر السنين وعبر القرون ولازلتم مضحكة لازلتم مضحكة وستبقون مضحكة ما لم تخلصوا أنفسكم من قذاراتها أولاء الأنجاس الذين يقال لهم مراجع هؤلاء أتباعهم هؤلاء الذين يمثلون العهر الدينية في أوضح صوره أتحدث عن أحمد الجعفر وأمثاله تلاحظون أن الحقائق واضحة وجلية نذهب إلى فاصل وبعد كل هذا الهراء وهذا الجهل يقول أما الخمس الذي أحله الأئمة كما قلنا هو بمقدار ما تطيب الولادة به بعدود الزواج كما شرح تقول شيخنا ما الدليل على ذلك أقول هؤلاء يشير إلي أقول هؤلاء لا يقرؤون روايات أئمة أهل البيت وهذا التعبير ليس دقيقا هذا من التعابير التي نحتتها الشيعة نحتها المعممون أئمة أهل البيت ما هم الأئمة وأهل البيت عنوان واحد الأئمة هم أهل البيت وأهل البيت هم الأئمة وأول الأئمة رسول الله ثم علي ثم فاطمة ثم ولد فاطمة من الحسن المشتبى إلى قائم آل محمد هؤلاء هم أهل البيت وهم الأئمة على أي حال أقول هؤلاء لا يقرؤون روايات أئمة أهل البيت وإلا لو جئنا إلى الكافي للشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه المجلد الأول صفحة 523 سؤال هل أن وكلاء وسفراء الإمام الحجة كانوا يأخذون الخمس أم لا نعم عثمان سأقرأ القراءة الصحيحة قراءته خاطئة نعم عثمان بن سعيد العمري كان يأخذ الخمس محمد بن عثمان العمري كان يأخذ الخمس علي بن محمد الصيمري كان يأخذ الخمس أبو القاسم الحسين بن روح كان يأخذ الخمس فهذا كله في الكاف أنا أقول لهذا العلامة النابغة إذا وجدت لي رواية ذكر فيها اسم الحسين بن روح السفير الثالث فإنني سأغلق القناة أعطيك عهداً سأغلق القناة كتاب الكافي موجود عندك وابحث فيه حتى تموت لم يذكر لم يذكر اسم الحسين بن روح النوبختي في كل كتاب الكافي فضلاً عن أنه يقول من أن أحاديث الكافي تخبرنا أن الحسين بن روح كان يستلم الأخماس أصلاً لا يوجد هذا الاسم في كل كتاب الكافي وإذا أريد لهذا الاسم أن يذكر فلابد أن يذكر في الجزء الأول وهذا هو الجزء الأول من الكافي وهناك موضعان لابد أن يذكر فيهما هذا الاسم إذا كان الكلين يريد أن يذكره الموضع الأول بحسب الطبعة التي عندي الطبعات مختلفة اذهبوا إلى العنوان إلى عنوان الباب باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار عليه السلام صاحب الدار هو إمام زماننا من ألقابه باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار عليه السلام هذا الباب يبدأ صفحة ثلاثمية أو سبعة وستين وتأتي بعده الأبواب باب في تسمية من رأاه باب في النهي عن الإسم باب نادر في حال الغيبة باب في الغيبة هذه الأبواب هذه الأبواب تأتي تباعا من صفحة ثلاثمية وسبعة وستين إلى صفحة ثلاثمية أو خمسة وثمانية فتش في هذا الباب لن تجد ذكرا للحسين بن روح ولن تجد ذكرا لعلي بن محمد السمري بحسب ما قال الصيمري هناك قراءة الصيمري وهناك قراءة السمري إنه السفير الرابع فلن تجد ذكرا كذلك لعلي بن محمد السمري الصيمري ليس مهما أن أقول الصيمري أو أن أقول السمري هو الشخص نفسه فلن تجد رواية في هذا المقام فيها اسم الحسين بن روح النوبختي ولن تجد كذلك رواية فيها اسم علي بن محمد السمري أو الصيمري لم يذكر من سفراء الإمام إلا العمري وابنه وهذا في الباب الذي عنوانه باب في تسمية من رأاه صفحة 369 الحديث الأول ذكر الكوليني اسم العمريين العمر الأول والعمر الثاني ولا توجد رواية أيضا في هذه الأبواب تقول من أن العمر الأول والعمر الثاني استلم الخمس الكتاب عندك وابحث فيه والكتاب عندكم وابحث فيه حتى تعرف جهل هؤلاء ومن الذي يقرأ أحاديث أهل البيت ومن الذي لا يقرأها ومن الذي يفقه أحاديث أهل البيت ومن الذي لا يفقهها عودوا إلى هذا الموضع هناك موضع آخر يبدأ في صفحة خمسمية وسبعة وثمانية باب مولد الصاحب هذا الباب باب مولد الصاحب يستمر إلى صفحة ستمية يبدأ من صفحة خمسمية وسبعة وثمانين وينتهي في صفحة ستمية أيضا لا يوجد ذكر للسفير الثالث والرابع ولا يوجد ذكر أيضا من أن السفير الأول والثاني قد استلم الأخماس الكافي عندكم ودققوا وانظروا في هذه الروايات فهذه الأكاذيب من أين جاءنا بها هذا الجعفري أما الرواية التي قرأها من الكافي سأقرأها عليكم لن تجد فيها كلمة الخمس هذه هي الرواية صفحة خمسمية وسبعة وتسعين إنه الحديث الثامنة عشر من باب مولد الصاحب الحسن ابن علي العلوي قال أودع المجروح مرداس ابن علي مالا للناحية أودع مالا ليس هناك من ذكر للخمس ومرت علينا أموال الناحية كثيرة هناك الوقف هناك المال المجعول للناحية هناك الصدقات أيضا أموال الصدقات الصدقات التي نزها عنها الهاشميون هي زكاة الأموال وزكاة الفطرة الواجبة الصدقات المندوبة يستطيع الهاشميون أن يتصرفوا بها وصدقات الهاشميين للهاشميين أيضا يجوز لهم أن يتصرفوا بها فضلا عن أن الإمامة هل ينجسه شيء هل يقدره شيء من الأموال أو من غيرها الإمام له الولاية المطلقة وذل كل شيء لكم لا أريد أن أدخل في هذا الباب أعود إلى الرواية الرواية هي هذه وعود إليها لا توجد فيها كلمة الخمس مطلقا ولا يوجد فيها ذكر لأي من السفراء الأربعة هو جاء بها حشرها بين أسماء السفراء الأربعة وكرر كلمة الخمس مرارا وهو يقرأ الرواية دس هذه الكلمة بين ألفاظ الرواية الرواية لا توجد فيها كلمة خمس سأقرأ الرواية عليكم كما هي في الكاف الشريف الحسن ابن علي العلوي قال أودع المجروح مرداس ابن علي مالا للناحية وكان عند مرداس مال لتميم ابن حنظلة فورد على مرداس أنفذ لكما قرأ هو أنفذ أنفذ ما لتميم مع ما أودعك الشيرازي أنفذ ما لتميم مع ما أودعك الشيرازي وشرح وشرح الرواية شرحا خاطئا الرواية واضحة الحسن ابن علي العلوي قال أودع المجروح مرداس ابن علي مالا للناحية وكان عند مرداس مال لتميم ابن حنظلة فورد على مرداس أنفذ ما لتميم مع ما أودعك الشيرازي لا يوجد هناك ذكر للدين لا أدري من أين جاء بالدين فالإمام بعث إليه برسالة أنه سد الدينك من مال الشيرازي لا يوجد هذا في الرواية كيف فهم هذا لا أدري الرواية هكذا تقول أودع المجروح مرداس ابن علي مالا للناحية وكان عند مرداس مال لتميم ابن حنظلة هذا المال أيضا للناحية وضعه تميم ابن حنظلة عند مرداس فورد على مرداس أنفذ مال تميم مع ما أودعك الشيرازي الشيرازي هو المجروح هذا هو المجروح الشيرازي فهناك شخصان قدم مالا للناحية إلى مرداس ابن علي فجاء الأمر من الناحية أن أنفذ مال تميم مع ما أودعك الشيرازي لا توجد كلمة الخمس ولا يوجد ذكر للدين سأقرأ ما قاله العلامة الكبير المحقق المدقق الفاضل المتتبع الأستاذ أحمد الجعفري أقول هؤلاء لا يقرؤون روايات أئمة أهل البيت على ساس الأخ هو يقرأ الروايات يفهمها أنا أسألكم ياه الدماغسيس الغزي أم الجعفري شو تقولون الدماغسيس منو المطي منو الغزي له الجعفري ياه المطي أقول هؤلاء لا يقرؤون روايات أئمة أهل البيت وإلا لو جئنا إلى الكافي للشيخ الكلين رضوان الله تعالى عليه المجلد الأول صفحة 523 سؤال هل أن وكلاء وسفراء الإمام الحجة كانوا يأخذون الخمس أم لا نعم عثمان ابن سعيد العمري كان يأخذ الخمس محمد ابن عثمان العمري كان يأخذ الخمس علي ابن محمد الصيمري كان يأخذ الخمس أبو القاسم الحسين ابن روح كان يأخذ الخمس إلى أن يصل إلى الرواية انظر إلى الرواية الحسن ابن علي العلوي وهو أحد وكلاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لقد أودع المجروح مرداس بن علي مالا للناحية خمس هذه كلمة الخمس ليست موجودة في الرواية إذا كان يضيفها للناس فهذا افتراء وكذب إذا كان يريد أن يشرح فعلى أي أساس شرح الرواية على أن المال هذا من الخمس والمال للناحية له أصناف وأنواع مر علينا قبل قليل أو أنه يريد أن يدلس على المتلقي وهذا هو الذي يريده لقد أودع المجروح مرداس بن علي مالا للناحية خمس عند مرداس وعفوا كان عند مرداس مال لتميم بن حنظلة فورد على مرداس أنفذ كما هو يقول هي أنفذ أنفذ مال تميم مما أودعك الشيرازي ليس موجوداً هذا في الرواية الشيرازي الذي هو المعروف بالمجروح هناك رجل من شيراز أو دعا أحد سوكلاء الإمام وهو الحسن ابن علي العلوي خمساً هذه الكلمة ليست موجودة إذا كان شرحاً فعلى أي أساس الرواية تحدثت عن مال من دون أن تتحدث عن وصف من أوصافه من أي نوع من أنواع المال وكان الحسن ابن علي العلوي مطلوباً لمال من أين جاء بهذا الكلام لا أدري لا يوجد ذكر لهذا في الرواية فالإمام بعث إليه برسالة أنه سد الدينك من مال الشيرازي الخمس هذه الكلمة ليست موجودة في الرواية إذن وكلاء الإمام كانوا يقبضون الخمس هذا شيء من عنده فهذه رواية تكذبكم يخاطبوني وتفضح دينكم هو يقول دين لندن يفترض به أن يقول دين لندن وتفضح دينكم دين لندن الذي تضحكون به على الناس من الذي يضحك على الناس أنا الذي أحدثهم بحديث العترة أم أنت ومراجعك اللعنى أنت الذي تضحك بجهلك وسفاهتك وصفاقتك وقلة ذوقك وانعدام أدبك أنت الذي تضحك على الناس يا أيها الصفيق أنت الذي بمثابة خلاط تأخذ عنوانا صحيحا وتضيف إليه الأكاذيب والجهالات والسفاهات والتفاهات تحركها في هذا الخلاط ويصفق لك الحمير الدخيون من أتباع مراجعك هذا هو الذي يجري على أرض الواقع حتى إذا أردت أن تعود إلى الكتب التي ذكرت التوقيعات إذا رجعت إلى كمال الدين وتمام النعمة للصدوق وإذا رجعت إلى غيبة الطوسي وإذا رجعت إلى كتاب الاحتجاج للطبرسي أو إلى الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار أو إلى كتاب عوالم العلوم ومستدركاتها هذه المصادر التي ذكرت فيها التوقيعات لن تجد في تلك الأحاديث أن الحسين ابن روح استلم الأخماس وإذا وجدت رواية قدمها لي وأنا سأغلق قناة القمر لن تجد رواية بخصوص الحسين ابن روح السفير الثالث ولا بخصوص السفير الرابع كانت تصل إليهم الأموال لكن أموال الناحية لم تكن منحصرة بالخمس فقط مثل ما قرأت قبل قليل هناك الأوقاف وهناك الأموال التي جعلت لهم وهناك وهناك بيّنت في الحلقات المختصة بموضوع الخمس من أن الخمسة كانت الشيعة تدفعه إلى زمان إمامنا الحسن العسكري وفي زمان وفي زمان سفارة السيدة حكيمة وفي زمان سفارة السفير الأول وفي الشطر الأول من سفارة السفير الثاني بحسب القرائم لا أقول ذلك بشكل قطعي التوقيع صدر من الناحية المقدسة بحدود سنة ميتين وتسعين للهجرة وآخر ما عندنا من الوثائق التي تشير إلى أن العمر الثاني استلم الأخماس ما جاء في كتاب الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي وهذا هو الجزء الأول طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة أربعمائة واثنين وسبعين إنه الحديث السابع عشر الواقعة التي رواها لنا الحسن ابن عبد الله ابن حمدان عن عمه الحسين ابن حمدان وقد فصلت الكلام فيها في الحلقات المختصة بموضوع الخمس في مجموعة حلقات صولة القمر لا مجال لأن أعيد الكلام يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات ما بعد هذا التأريخ وبعد صدور التوقيع الشريف فإن الخمسة قد أبيح للشيعة وإذا كان هذا الجهول يقول من أن أحاديث الكافي تخبرنا أن الشيعة كانت تدفع الأخماسة إلى السفراء في أي رواية في أي باب وقد قلت لك قبل قليل لن تجد رواية تتحدث عن الخمس أو عن غير الخمس فيها اسم السفير الثالث أو فيها اسم السفير الرابع في الكافي ولن تجد رواية باسم السفير الأول وباسم السفير الثاني تتحدث عن أنهما كان يستلمان الأخماس كان يستلمان الأخماس السفير الثاني إلى منتصف أيام سفارته كان يستلم الأخماس ولكن بعد أن صدر التوقيع ليس هناك من ذكر أبدا في كل التوقعات وفي كل الروايات لموضوع الخمس وإذا كان عندكم من شيء فأفيدوني به وقلت لك يا أيها الجعفري جئني برواية تتحدث عن السفير الثالث أو الرابع من أنه استلم الخمس وأنا سأغلق هذه القناة سأغلقها وهذا عهد قطعي أغلقه 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 هذا هو جهل أصحاب العماء هكذا يضحكون عليكم أنتم مضحكة يا أيها الشيعة هذه القضية ليست خاصة بأحمد الجعفري هذه حالة منتشرة من المرجع الأعلى إلى أصغر معمم كذابون دجالون لصوص سفلة سفهاء تهفهون الجميع من مرجعهم الأعلى إلى جعفريهم هذا وأشباهه نذهب إلى فاصل إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى حلقات الخمس التي تحدثت فيها بالتفصيل في مجموعة حلقات صولة القمر في هذه الحلقات التي نحن نتواصل معكم من خلالها لكنني بشكل إجمالي أبين لكم معنى الخمس هنا هذا التوقيع أساسا أجوبة على أسئلة كتبها إسحاق ابن يعقوب الإمام ذكر الأجوبة دون الأسئلة لو كانت الأسئلة لها مدخلية في فهم هذه الأجوبة لذكرها الإمام خصوصا في العناوين الرئيسة لهذه الأجوبة الأجوبة الإمام ذكر الأجوبة من دون أن يذكر الأسئلة لماذا هل لأن التوقيع خاص بإسحاق ابن يعقوب وهو يعرف أسئلته إذا كان الأمر هكذا فإذا لا بد أن نعرف الأسئلة إذا أردنا أن نعرف مضامين الأجوبة بشكل دقيق لأن الجواب يكون بحسب السؤال وهذا هو الشيء المنطقي والعقلي والذي يأتي منسجما مع الحكمة الأجوبة تأتي بحسب الأسئلة إذا كان التوقيع مرسلا بشكل خاص لإسحاق ابن يعقوب وليس لعموم الشيعة فالإمام هنا ما ذكر الأسئلة لأن إسحاق ابن يعقوب يعرف أسئلته لكن القضية ليست كذلك هذه رسالة موجهة لكل الشيعة الدليل في أن الرسالة موجهة لكل الشيعة حينما يقول إمام زماننا وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها هذا خطاب لكل الشيعة وليس لإسحاق ابن يعقوب فقط وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليه وحينما يقول إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه في آخر الرسالة وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى الكلام لو كان خاصا بإسحاق ابن يعقوب لقال الإمام والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب وانتهى الكلام ورحمة الله وبركاته وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى وسائر العبائر سائر العبائر كذلك أنا لا أريد أن أقرأ التوقيع بكامله وإنما أخذت عبارة من هنا وعبارة من هناك التوقيع إذن بلحنه وألفاظه وصياغته موجه لكل شيعة للشيعة الذين كانوا في زمان الغيبة الأولى وللذين هم في زمان الغيبة الثانية بل حاجة الشيعة في زمان الغيبة الثانية لهذا التوقيع أكثر من حاجة الشيعة لهذا التوقيع في زمان الغيبة الأولى في زمان الغيبة الأولى هناك السفراء الخاصون لكننا نحتاج إلى هذا التوقيع وللمطالب الأساسية المهمة التي وردت فيه نحن الذين نعيش في الغيبة الثانية حيث امتد بنا الزمان طويلة وطالت بنا الغيبة وتراكمت الصحائف محنتها فهذا التوقيع موجه لكل الشيعة وليس لإسحاق بن يعقوب إذن أسئلة إسحاق بن يعقوب ليست مهمة في فهمنا للناس لو كانت مهمة في فهمنا للناس لذكرها إمامنا الحجة بن الحسن وإلا فإن الكلام سيكون مخالفا للحكمة إذا كان فهمنا لهذا التوقيع يتوقف على معرفة الأسئلة إذن هذه العناوين التي ذكرت في هذا التوقيع الشريف هذه العناوين دالة على نفسها بنفسها لا نحتاج إلى الأسئلة كي نعرفها إذ قد يقول قائل ربما كان سؤال إسحاق بن يعقوب عن الخمس الذي يتعلق بمال الزواج بمهر الزوجة بما يرتبط بشأن النكاح لو كان الأمر هكذا لذكر الإمام ذلك لأن الإمام هكذا قال وأما الخمس الألف واللام هنا هي التي تشرح لنا الخمس لا أن نأخذ الشرح من ذيل الرواية الحكيم حينما يصدر حكما على موضوع لا بد أن يشخص الموضوع تشخيصا كاملا كي يطلق الحكم عليه إلا في ملابسات معينة ربما نحتاج إلى ذيل الكلام لفهم رأسه وإلا فإن البلاغة والفصاحة والمنطق السليم والحكمة الواضحة تقتضي أن الحكيمة لا بد أن يشخص الموضوع ما يقال له في علم الأصول في أصول الفقه ما يقال له موضوع الحكم لا بد أن يشخصه تشخيصا كاملا وبعد ذلك يصدر الحكم عليه من دون تشخيصي موضوع الحكم سنقع في حالة التباس هذا نفسه في باب القضاء حينما يقولون من أن المتهم بريء حتى تثبت إذانته لا يمكن أن يصدر عليه الحكم لا بد أن يتضح الأمر من أنه مدان من أنه قد ارتكب الجريمة فهذا مجرم حينئذ يصدر الحكم عليه هذا هو منطق العقل ومنطق الحكمة الشارع الشارع الحكيم حينما يصدر أحكامه لا بد أن يشخص موضوع الحكم فحينما قال الإمام الحجة وأما الخمس معنى الخمس موجود في نفس هذا المصطلح من أين نعرفه من الألف واللام كلمة خمس لوحدها نكرة عرفت بالألف واللام الألف واللام في العربية أنواعها كثيرة هناك الألف واللام الموصولة التي هي بمعنى الذي لا علاقة لها بالموضوع هناك الألف واللام الزائدة وهي على نوعين منها لازمة ومنها غير لازمة لا علاقة لها بالموضوع الذين يعرفون أسرار العربية وقواعد النحو يعرفون مقاصدي وأنا لا أريد أن أدخلكم في هذه المتاهة لكنني أبين لكم من أن الذي يريد أن يفهم النصوص لا بد أن يكون ملما بمجموعة كبيرة من العلوم حتى يستطيع أن يفهم النصوص لك كما يتحدث هذا الجهول السفي فهناك الألف واللام الموصولة الألف واللام الزائدة ومنها لازم ومنها غير لازم وهناك الألف واللام الاستغراقية منها ما يستغرق الأفراد ومنها ما يستغرق صفات الأفراد ومنها ما يكون معرفا لحقيقة الشيء لما هيته وهذا كله لا علاقة لنا نحن به هناك الألف واللام العهدية هذه التي نستعملها في الكلام كثيرا العهدية هذه ذكرية وذهنية وحضورية الحضورية لا شأن لنا بها لأننا لا نتحدث عن شيء حاضر وإنما نتحدث عن شيء إما أن يكون مذكورا في السؤال وإما أن يكون معهودا في الذهن يعرفه الجميع فإذا كان العهد ذكري لا بد أن يكون إسحاق ابن يعقوب قد ذكر في سؤاله من أن الخمس الذي يسأل عنه هو من النوع الفلاني إنه الخمس الذي يرتبط بمسائل النكاح والزواج حينئذ لابد للإمام الحجة أن يذكر لنا السؤال حتى نعرف أن الألف واللام هذه عهدية ذكرية مثل ما أقول لأحد هديتي إليك ديوان المتنبي ثم أقول له حافظ على هذا الديوان الألف واللام عهدية ذكرية إنها ترتبط بالكلام المتقدم إذا قلت له حافظ على هذا الديوان أو حافظ على الديوان وأنا لا قدمت له هدية ولا قلت له هذا هو ديوان المتنبي هدية إليك لا معنى لكلامي فحينما لم يذكر الإمام الحجة الأسئلة ولم يذكر مضمونها لا ذكر الأسئلة بنصها ولا ذكر مضمونها وإنما أجاب مباشرة وأما الخمس فهذه الألف واللام عهدية ذهنية هو المعهود في الأذهان ما هو المعهود في الأذهان الشيعية حينما نقول الخمس إنه الخمس بكل ما يصدق عليه هذا العلوان وليس خمسا خاصا بباب النكاح والزواج فحينما قال الإمام وأما الخمس هذه الألف واللام عهدية ذهنية وخذوا هذا الكلام ودوروا به على علماء العربية من كل الأديان بعيدا عن الشيعة وفقهائهم وقولوا لهم هذا الكتاب وردنا من حكيم وهذا الحكيم أجاب على أسئلة لكنه ما ذكر لنا الأسئلة وقال وأما الخمس هذه الألف واللام عهدية من النوع الذكري أو من النوع الذهني إذا كانت من النوع الذكري لابد أن يذكر السؤال أو أن يذكر مضمونه على الأقل كي نعرف أن الألف واللام هذه من العهدية الذكرية بما أنه لا ذكر الأسئلة ولا ذكر مضمونها على الأقل فيما يرتبط بالخمس لا ذكر سؤال إسحاق بن يعقوب عن الخمس ولا ذكر مضمونه إذن فإن الألف واللام هي المعهودة لأن إسحاق بن يعقوب سأل عن الخمس المعهود وهذا هو الذي يدل عليه الجواب الجواب يدل على السؤال فإن إسحاق بن يعقوب سأل عن الخمس المعهود الذي تعرفه الشيعة وهو الخمس الكامل بكل تفاصيله فلذا جاء الجواب وأما الخمس إنه الخمس كله فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث هذا الكلام لا علاقة له بالنكاح والزواج النكاح والزواج مفردة من مفرداته هذا كلام عام وشاركهم في الأموال والأولاد هذا طيب الولادة بعيداً عن الشيطان وشروره خبث الولادة مع الشيطان وشروره بغض النظري عن أن الزواج من مال طيب أم لم يكن بغض النظري عن أن النطفة من مال طيب أم لم يكن بغض النظري عن أن منظومة حياة الزوجين بعيداً عن الزواج وبعيداً عن النطفة والإنجاب من مال طيب أو من مال غير طيب هذا عنوان وسيع طيب الولادة وخبثها القضية واضحة أنا لا أستطيع أن أكرر الكلام الطويل والتفاصيل الكثيرة التي شرحتها وبينتها في حلقات موضوع الخمس بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات كي تعرفوا الحقيقة واضحة نذهب إلى لا فاصل ما جاء من تعليل في التوقيع الشريف لتطيب ولادتهم ولا تخبث بالضبط مثل ما جاء في آية النجوة إنها الآية الثانية بعد العاشرة من سورة المجادلة أو المجادلة على قراءة ولكن المشور يقولون المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر ذلك خير لكم وأطهر بيان لجهة من جهات هذا التشريع بيان لجانب من حكمة هذا التشريع وإلا فإن التشريع هذا لا يقصد منه هذه الجهة فقط الأمر هو هو في هذا التوقيع الشريف الحكمة في الإباحة بما هي هي ولذا الإمام شدد الكلام في التوقيع وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث هذا بيان لجانب من الموضوع هذا الكلام في حاشية الموضوع أصل التشريع هو الإباحة المنصبة على الموضوع القائم بنفسه الدال بنفسه على نفسه من دون الحاجة إلى تفسير من ذيل الرواية بالضبط مثل ما هنا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر الموضوع واضح موضوع وجوب تقديم الصدقة لمناجاة رسول الله هذا موضوع مطلوب بنفسه ولكن من حكمته من أسرار ملاكه التشريع ذلك خير لكم وأطهر إلا أن الموضوع مطلوب بنفسه بما هو هو الأمر بنفسه ينطبق على التوقيع الشريف وهذا واضح من لحن التوقيع ومن كلمات الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا أردتم الاستزادة والاستفادة فعودوا إلى الحلقات المفصلة السابقة من مجموعة هذه الحلقات في موضوع الخمس وقت الحلقة صار طويلا صار طويلا وإن بقي عندي كلام لكنني سأعرض عنه الأمر إليكم الآن أنتم حكموا من هو الحمار الغزي أم الجعفري وإذا ما حكمتم لأحد من الاثنين بأنه حمار فلابد أن تحكموا على من وراء وراء أي وحد من الاثنين من أنه أكثر حمارية وأن تحكم على الذين يأخذون دينهم من أي حمار من هذين الحمارين بحسب حكمكم ما هذه هي الحقيقة الموجودة على الأرض الشيعة حمير ويأخذون عن الحمير الوثيقة الديخية ما لدي أجيب الأسماء واحد قال لي أزر على شنو مستحجب على شنو مستحجب قل لأخر بابا ما توصل للنوبيرية قال توصل و اطمئن تركبهم يعني بش اشي عمر تركبهم وتقول لهم بيخ والله نب عبارة واحد من الأعلام قبل خمس سنة قل لم تستحجب مش تركب يعني قل اغامي شيني كما اغامي شيني قل اغامي شيني قل ديخ عرفي قل نص عبارة كنا على تفاو وكلكم تعرفونا لأنه مالي تأجيب الأسماء عرضها قال تركب مثل ما تركب نعم وغير ديخ ومش لا معلم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة هذه الوثيقة التي سربها هو أحمد الجعفري كان من تلاميذ كمال الحيدري وهو الذي سجلها ب جهازه بجهاز الموبايل الخاص به هذا 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 يضحك يقحقه هذا هو أحمد الجعفري لأنه كان قريبا من جهاز التسجيل الذي يقحقه أثناء حديث كمال الحيدري هو أحمد الجعفري رجاء أعيد بث الوثيقة وأتمنى على المشاهدين أن ينصتوا إلى ضحك أحمد الجعفري ما لدي أجيب الأسماء واحد قال لي أزر على شنو مستحجب على شنو مستحجب قلت لأخر بابل ما توصل النوبايل قال توصل اطمئن تركبهم 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 وتقول لهم ديخ والله نفع عبارة واحد من الأعلام أكبر خمسة فإنه مستحجب مش درعب إلا تركب يعني خياغة أهمي شيني كما تقول خلاقا أهمي شيني ديخ 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 والنص عبارة كنا على تفاول كلكم تعرفونا لأنه ما لدي أجيب الأسماء عبارة قال تركب نعم وغاية ديخ لا معلم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة رجاء رجاء أعرضوا لنا المقطع الذي يظهر فيه ضحك الجعفري وهو مقتطع من الوثيقة نفسها لدي خ ديخ ديخ مع ربيغ مرش ديخ مع ربيغ مرش نحن لا ندري لماذا يضحك أحمد الجعفري هل أدرك أنه حمار ديخي يركب عليه المراجع مثل ما يتحدث كمال الحيدري عن واقع الشيعة فكان يضحك على نفسه لا ندر وربما يضحك على الشيعة لأنه جزء من هذه المنظومة التي تساعد المراجع في أن يجعل الشيعة حميرا ربما يضحك على الشيعة وربما يضحك كما يضحك السفهاء سفيه السفيه يضحك مع الناس إذا ما ضحكوا وهو لا يدري لماذا ضحكوا ولماذا هو يضحك حكاية خطرت في بالي من حكايات الحيوانات يقولون فديوم الأسد اجت الحيوانات تزور إلى عرينة باعتباره ملك الغاب فإجت الحيوانات تزور كل الحيوانات مناسبة من المناسبات الملكية استقبلهم الأسد رحب بيهم وانفتح معهم في الحديث سألوا فيهم فد نكتة نكتة قوية كلش الأسد قام يضحك الحيوانات كلها ضحكت كل الحيوانات تقحقه من الضحك النكتة كانت قوية جدا أكو حيوان واحد بس ما كان يضحك أبو صابر الأحمار المطي ما كان يضحك كان مخنطل وأبو صابر من يخنطل تحفه يقول المرجع الأعلى وجاي أحد مقلديه سئله وما يعرف الجواب فيخنطل المرجع ليش يخنطل حتى ذول الحبربش يجروا لهذا السائل يقلوا له سماحة المرجع مريض ما إلى خلق تعال تعال نجاوبك يأخذوا يكذبون عليه ينطوفر الجواب من الأجوب مثل ما قلت لكم أبو صابر مني خنطل تحفه تقول هو المرجع وجاي يسئله أحد مقلدي والمرجع ما يعرف وهذه عادة عند المراجع من ما يعرف يجاو بخنطل فكأن المرجع المخنطل هو أبو صابر وكأن أبو صابر المخنطل هو المرجع المخنطل على أي حال أبو صابر ظل مخنطل ونفضل المجلس وأبو صابر مخنطل ورسبوع الأسد مر من مكان المطي من مكان أبو صابر لقى المطي قاعد وحده ويضحك يشير روحه ويدكه يضحك يضحك الأسد قال لي قال لي شنو قضيتك أنت أبو صابر شو إحنا كنا قاعدين كنا سوى ونسلف ومتونسين ونضحك وسلفت أنا نكتة قوية الحيوانات كلها ضحكت بس أنت أبو صابر أبو صابر هسا أنت قاعد وحدك وتضحك شنو قضيتك قال لي يا أبو خميس أبو خميس كنية الأسد قال لي يا أبو خميس أنا ما فهمت النكتة وصار لسبوع أفكر بيها وحسا يلا افتهمتها من افتهمتها قمت أضحك قال لي بلا ما تقول اللي شفت أهمت أنت من النكتة سلف لطلع ما فهم النكتة طلع يضحك على شي هو ما فهم بالغلط قل له بس هي النكتة مو هشكل قال لي المهم أنا أضحك هذا هو ضحك والسفهاء هسا احنا ما ندري هذا ضحك أحمد الجعفري من يا نوع هو يا صاح هذه هويتنا يا صاح هذه هويتنا ليس فيها خفاء يا صاح هذه هويتنا ليس فيها خفاء يمانيون نحن والغرام علوي والقمر عنواننا الوضاء شعارنا علي 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 والراية البيضاء وزينب فينا ما بقينا شعلة ولواء مهدويون نحن مهدويون نحن والعشق كربلاء زهرائي زهرائيون زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي يا صاح هذه هويتنا ليس فيها خفاء سيتوقف البث المباشر لمدة عشرة أيام لأننا نريد أن نعيد بث الحلقات الأخيرة عشر حلقات هي آخر حلقاتنا في هذه المجموعة نريد أن نعيد بثها وأتمنى على الذين يتابعون هذا البرنامج أن يدرسوها بدقة المعلومات التي بيّنتها في تلك الحلقات لن تجدوها في كتاب من الكتب وجربوا وعودوا بأنفسكم إلى المكتبة الشيعية إلى الموسوعات التي ناقشت سقيفة بني ساعد هل ستجدون كل هذه الحقائق التي جمعتها لكم في تلك الحلقات على أي حال سنعيد بث عشر حلقات هي آخر حلقاتنا في هذه المجموعة بعد عشرة أيام سيعود بثنا المباشر كي أشرع في حديثي عن أكبر جريمة ارتكبها المراجع الطوسيون اللعناء بحق دين العترة الطاهرة الجريمة الأكبر لا لعنة الله على دينهم لا لعنة الله على حوزتهم وعلى إجرامهم أكبر جريمة ارتكبها المراجع الطوسيون اللعناء بحق دين العترة الطاهرة سيأتيكم الحديث مفصلا وبالوثائق وبالحقائق وبالدقائق نعود يوم الاثنين ستعاش ذو القعدة ألف أربعمائة وأربعة وأربعين هجري قمري خمسة ستة الفين وثلاثة وعشرين ميلادي في الوقت نفسه إلى ذلك اللقاء أتمنى لكم وقتا طيبا أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر